بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سادة أنا جايلكم مباشرة من مؤتمر لدر الإفتاء المصرية عقدته بيتكلم عن الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع وأحسنت در الإفتاء المصرية أنها اختارت العنوان ده لمؤتمرها لأن في الحقيقة لابد أن احنا نعترف بأن احنا في تهديد أخلاقي وأن الأخلاق بنعيش فيها في زمن سيولة وهذه السيولة الأخلاقية سيولة ممكن نسميها سيولة مخطط لها وممكن نشوف أن السيولة دي نتيجة لكثير من الإخفاقات فيه أدوات التربية ووسائل التربية اللي ربنا بيه أولادنا لعل الكلام اللي أنا بقول ابتدت بيه النهاردة شديد الصلة بالكلام اللي احنا نقوله النهاردة في حلقة يلا نبني انتوا عارفين أننا احنا مخصصين حلقة يوم الأتنين عشان التربية يلا نبني أولادنا وعشان كده كان المؤتمر بيتكلم عن البناء الأخلاقي تعالوا نشوف النهاردة نتكلم على مسألة شديدة الحساسية ايه اللي خلى المسألة دي شديدة الحساسية ان بعض الناس خدوا مسألة من مسائل الفقه وحطوها واعتبروها رمز اعتبروها رمز حقيقي فإيه اللي حصل فالمسألة حصل فيها ارتباك تعالوا عشان ندخل مباشرة في الكلام في مسألة النهاردة وعن ربي أولادنا ازاي وإحنا أخدين المسألة اللي احنا نكلمها النهاردة دي عشان تبقى نموذج لتربيتنا لأولادنا احنا عندنا وإحنا بنتعامل مع الدين والأبناء عندنا جملة من الأشياء التي تحتاج إلى تهزيب منها ان احنا أمور كتيرة بتحير الأمهات في تربية بناتهم اه المرة دي بنتكلم على علاقة الأمهات بالأصالة مع البنات وعلاقة كمان الأباء مع البنات عشان كده هنبص على سؤال من الأسئلة اللي بتجننا كتير بنتي مش عايزة تلبس الحجاب أعمل ايه عشان أخليها تتحج طبعا الحجاب فرض بالإجماع ففيش عالم من علماء المسلمين من علماء الأمة غير وأكد ان الحجاب فرض لقوله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَ ظَهْرَ مِنْهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فحجاب المرأة المسلمة واجب واجب بالإجماع مفيش حد خالص في أمة النبي خالص قال إن الحجاب مش فرض بس خلينا نقول إن الحجاب هنا معناه ستر العورة للمرأة يعني إيه؟ يعني على المرأة إن هي تستر جسدها إلا الوجه والكفين يبقى هنا الحجاب بمعنى إيه؟ مش بمعنى الحجب قد ما هو بمعنى الستر فإحنا بنتكلم عن الحجاب بمعنى ستر العورة لكن في كتير من المداخل اللي تم استخدامها ما إحنا هي بتسألني بتقولي أنا أخلي بنتي تتحجب إزاي؟ في كتير من المداخل اللي تم استخدامها عشان إقناع البنات بالحجاب محتاجين نتكلم عنها شوية محتاجين نحطها على الترابيزة كده ونقشها ليه؟ لإن ده إذا كنا بنتكلم من بنتي والحجاب فإحنا الحاجات دي بتبعد بناتنا عن الحجاب ليه بقى؟ بتكون عائق كبير بينهم وبين الحجاب ليه؟ لإن المداخل دي وخاصة في العصر ده بتلمس مع أشياء البنات ما بيحبوهاش أو البنات مش قبلنا أو التربية أو العقل المعاصر الأنسوي لا يتحمله زي مدخل اتحجبي عشان الحجاب يحفظك من أن حد يتحرش بيك يا نهرب يض ودي شبه الفكرة اللي تم ترويجها من فترة أن المرأة زي المصاصة زي الحلويات يعني وأن الحجاب يحفظها عشان الدبان ما يتلمش عليها أنا آسف أقوى إيه ده إيه المدخل ده؟ مدخل اتحجبي عشان ما تكونيش سبب في غوية الراجل؟ ده مدخل تاني اتحجبي عشان ما تتكونيش سبب وهو مدخل الفتنة ومدخلينا على فكرة مش بعاد عن بعض دي مشكلة المدخل ده أنه بيخلي البنت تحس كأنها عار وأن الحجاب هروب من هذا العار وأن الحجاب هروب من الشيطانة يعني أنت شيطان فاتحجبي عشان تهرب من إنك شيطان مع أن محل وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصب النساء خير والحجاب عبادة والعبادة ليست هروب العبادة ليست هروبا ولكن العبادة نعمة وسعادة لما ربنا فرض الحجاب على المرأة فرض عليها نعمة اسمها نعمة إيه؟ نعمة الكرامة يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الحجاب هو ستر العورة وستر العورة كرامة فما يدخل اتحجبي عشان محدش يتحرش بيكي وما تكونيش سبب في الغواية ده بيخلينا كأننا اسمحونا أنا أسف يعني ده كأننا بنبرر التحرش لا التحرش التحرش مش مبرر التحرش حرام شرعا وكبيرة من كبائر الزنوب و جريمة يعاقب عليها القانون وإحنا عادنا نزوء لغاية ما بقى جريمة يعاقب عليها القانون لكن مدخل ده البنت تقول طب يعني طب وهم ليه ما يخلوش عندهم أخلاق وما يتحرشوش بيه ليه الشخص ما يهزبش نفسه ليه ما يغضش هترد كده لكن هذه المداخل نشأت في ظل تدين كمي هو مقتنع إن المرأة الشيطان هو مقتنع اقتنع شديد جدا إن المرأة الشيطان على فكرة ده موجود في تفسيرات اليمين المتطرف طول الوقت واليمين المتطرف مش الإسلام بس اليمين المتطرف الدائم إن المرأة هي المرأة إنسان ولا شيطان مش هي اللي ساعد مش هي اللي غاوة أدم ما حصلش كل دي خرافات ومن المداخل كمان اللي بتخلي بناتنا يحسوا إنه فيه عائق بينه مبين الحجاب مدخل إن البنت المحجبة هي البنت المحترم وغير المحجبة مش محترمين مشكلة الأمر ده وبعض الأب بعض الأهل اللي بقى الأباء والأمهات بيجبروا بعض بناتهم إنهم يقطعوا صدقتهم بصدقتها اللي مش محجبات فتحس البنت إن الحجاب هي فرقها عن أصحابها طب يبقى أصحابي اللي هم محترمين أفضل معاهم ولا تحجب لا أفضل مع أصحاب المحترمين فبعض البنات الفكرة دي بتربي جواهم غرور ديني في بعض الأحيين أو تربي إنهم أكثرهم أكثر تديونوا واحتراماً وآدباً من غير المحجبات وما قولكش بقى أن تشوفنا كتير مع إن العبادة الحجاب عبادة مع إن العبادة تورس العبدة الانكسار لله الإحساس بإن ربنا من عليه فيكون منكسر لله ومؤدب ومتواضع وفقير لله يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله لكن إن أنت تربي حد على التمييز وأنا عندي مصطلح كده اسمه إيه اسمه التنمر الديني إن حد يجي يتنمر على حد بمعصيته حضرت النبي منع الكلام ده قال له اتق الله فإنه ما زال قال له إنه ما زال يحب الله ورسوله لا تكون عونة للشيطان على أخيك لما واحد راح وأراد إنه يتنمر على مرتكب كبير وكمان معاقب عليها فآه صحيح للحجاب فريضة وبتساعدنا على مكرم الأخلاق لكن ده مش معناه إن غير المحجبة ما عندهش أخلاق آه طبعا أنا شايف واحد دلوقتي بيقول لي انت هتدافع عن غير المحجبة يا سيدي اتق الله احنا بنفهم القصة كلها وبنشوف إن الناس على كل حل لها أعراض وكل واحد فينا يقترب من الله بمقدار إقبالها على الله وعشان كده مش هينفع يستمر إنه إحنا نشوف ناس كتيرة في حياتنا مش معجبات ونحس إنه إحنا بنتعلم معهم بشيء من سوء الأدب وفي نفس الوقت إحنا نجد إن إحنا بتعلم منهم محسن الأخلاق ساعة طيابة وساعة إخلاص في العمل وساعة فالناس إحنا بنساعد كده على الفجوة ما بين الدين وبين الحياة إن إحنا نرفض إن الناس يكون عندهم أخلاق وهم مش محجبين فالربط بين عدم الحجاب وقلة الأخلاق ده ربط فاسد أنا آسف يعني ومحدش يزعل آه إحنا طول الوقت عندنا بنربط أنا بكلمكم على أولادنا وخاصة إحنا طلعين من سن 14 ما فوق أولادنا بنقعد نقول لهم ده فلانة وحشة ونفضل نجيب ونفضل نشكك في أخلاقها ونفضل نقول لهم كذا وإحنا نسيين إن إحنا كده بنتكلم في عرض امرأة مسلمة ونفضل نسر فأولادنا إيه اللي يحصل كل ما نتكلم الأولاد شايفين البنت زي الفل بنتنا شايفها زميلتها زي الفل وشايفانا إحنا ناس بنتعضى على الأعراض فإيه اللي حاصل تزداد البنت قربة من صديقتها وتحس يعيني إن هي وقاعدة معها عايزة تطبطب عليها وتبوز دماغها على إن عندها في البيت بتكلموا عنها فحس إن فيه حد ظالمها فإن اللي حاصل فهي وشايفة ده تقول لا الكلام ده مستحيح الحجاب مش جاي بأخلاق مين اللي عمل كده اللي عمل الربط ده لإن فيه بعض الأهل بيجبروا بناتهم على الحجاب بإنهم هيقطعوهم لو ما لبسوش الحجاب تعال بقى ندخل على الابتزاز العاطفي بقى هيقطعوهم لو ما لبسوش الحجاب فالبنت تحس بإحساس أشبه بالرفض إن هو شخص مش مرفوض أو إن هي لبسة الحجاب تحس بالنفاق إن هي مش بتعمل ده لربنا خلينا أقول لكم وفي بعض الناس إحنا عارفين إن بنقول القاعدة اللطيفة دي اللي إحنا لازم نرعيها إن أي مشكلة أكثر المشاكل مع الرب سببها المشاكل مع الأب يعني مشاكل مع الوالدين عشان ما يجيش حد يتكلم ويقول يا جماعة الخير خلوا بالكم إن استخدام السلطة الوالدية في الأمور الدينية عتودي الناس دي السيولة الدينية اللي إحنا بنسميها الإلحاد يبقى إحنا بنتكلم عشان ما حدش يجي يستغل اللي بيحصل ده ويجي يقول للناس سيبوا أولادكم وما تحاولوش تعلموهم الأخلاق والدين ضغطكم على البنات ومن استخدامة ابتزاز العاطفي ده هيغل الوضع صعب جدا وعشان كده في بعض الأهل للأسف لما بيضغطوا على بناتهم بهذه الطريقة ويستخدموا الابتزاز العاطفي زي مثلا يجي يقولها يرديك يا بنتي أقف بين إيدين ربنا أتحاسب بسببك فتحس البنت أن حجابها مش ليها هي دي الأبوها وهتتحجب عشان أبوها ما تسئلش أسد ربنا فحجابنا بها بس عشان أبوها ما يتحاسبش وتحس إن ربنا آسي لأنه مش سيبلها الفرصة إنها تحب بقرادتها لأن الأب مستعجل عشان في الأخي خالص الأم مستعجلة عشان ما تاخدش تيكت واللقب أنا فشلت في تربيتكم والأب عايز ما يبقاش هو الشخص أنا آسف الكلام اللي بيتقال الكلام اللي ما يجس والكلام اللي كله والعياذ بالله فحش لما يجي واحد من أصحاب التدين الكم يجي الواحد بنته مش معجاب يقوله على فكرة دي دياسة على فكرة دي يعني نتق الله لا أنت أياتها الأم الكريم وأيوها الأب الكريم مأمورين بنصحها لكن مش هتتحسبوا لو أن هي ما أرادتش أنها تتحجب لأن سبحانه وتعالى بيقول هي لو كلفت هتدخل أن فيه فصل ما بين الزمم ومش بقى طمئنكم لكن بقلكم قاعدة قال لا تزر وزيرة وزرة أخرى يبقى إذن هذه الفكرة أن بنعملها مع أولادنا بتخلي الحجاب أنا عايز أعمل الحجاب دا ليا أنا عايز أستر عورد هي أنا فمش عايز أتعمل الحجاب دا عشان باباها لم أمتها يعايز أتعمل الحجاب دا عشان دينها هي فبعض الأهل بيتغطوا على بناتهم بطريقة برضو طول ما أنت مش محجبة ربنا مش هيكرمك في حياتك ولا في جوازك فالبنت إيه أنا شوفت أنا شوفت نايز كتير فالبنت إيه حصل بتبقى واقعة واقعة صعبة خالص خالص إن البنت تتفوق وتبقى شطرة فإيه اللي حصل أنتوا عملتوا حجاب بينكم بين الدين بدون داعي فيضغطوا عليها دينيا زي طالما مش هتتحجبي يبقى ربنا مش هيقبل صومك ولا صلاتك وكأنك خرقت عن الإسلام وشوفنا الفتاوى الفتاوى التي لا علاقة لها بهذا الدين إن يجي واحد يقول لا والله أنت صيامك مش مقبول عشان انت مش محجبة اتقوا الله يا جماعة بعيد وبكرر هذا ليس دفاعا عن عدم الحجاب ولكن دفاعا عن الحجاب تجاه هذه الأفكار التي في الحقيقة تخرج الحجاب تخرج ستر العورة عن وقار أنه طاعة وتجعل عدم الحجاب يصل إلى حد إلى أنه هو كفر ما ينفعش لا ده ينفع ولا ده ينفع عدم الحجاب معصية بلا شك لكن تركه مش خروج عن الإسلام كل الطرق اللي فاتت دي بتصد بناتنا عن الحجاب يبقى النهاردة بقول لكم إيه؟ بقول لكم وكاننا بنتكلم النهاردة كيف ندعو وكيف ننصح بناتنا للحجاب مش العكس عايز تنصح بنتك بالحجاب تعمل إيه؟ لازم تعرفها أن الحجاب طاعة وأن الحجاب كرامة فالحجاب من أكمل العبادات اللي بنرب عليها بلاتنا عشان توصلهم لمحبة الله لأنها بتنشعر أن هي محل ودي الله وتكريم الله سبحانه وتعالى طيب إزاي ننصح بناتنا بقى بالحجاب؟ أول حاجة البنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم بأنها المؤنسات الغاليات يعني البنات دولة عاملين زي النسيم فلما تيجي تتعامل معهم تتعامل معهم مش بطريقة هاضربك في الحيطة هرميكي هصدك لا ده مش كله ده ولذلك ليه موصية خاصة في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يولي البنت رعاية خاصة زي ما كان يخص بالحنان بناتها زي السيدة فاطمة وإن هي رضي الله عنها لما كانت تقبل على حضرة النبي وقبلها بين عينيها ويفسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم ويهتم بالبنت الصغيرة من بنات الأنصار وتمسك إيده وتمره تفضل ماشي به في شوارع المدينة وما يتركش إيديها وحضرة النبي عليه ما عليه ومسئولياته ونظره في حال الأمة لكن بنت لطيفة رقيقة فتاخد إيده وتلف فبعد كده تروح وقفها بعد كده بعد ما تلف وتدور تسيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أراضيتي يا سلام على جمال حضرة النبي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن البنات أولى الناس بالمحبة والرعاية فمحتاجين نشبع بناتنا بالحنان والرعاية والعطف ونحسسهم بالكرامة والخصوصية إيه حلقت الكرامة بخصوصية بالحجاب لو عملتم كده بناتكم هايحسوا بإنه إنا كريمات فتحس إن الحياة والكرامة أليق بهن وعلى فكرة كتير من الناس اللي غير المحجبات هم حسين بكده بحسين بإنه ده كرامة لكن لما حد بيجي ويقوله بيقولهم لا هي دي معنى الأخلاق واللي مش بيعملها ما يبقاش عنده أخلاق فيشوفوا الواقع فتحسن لهم من ربكة تاني حاجة محتاجين نأكد على جمال بناتنا ونمدحهم دايما البنتي لما ما بتسقش في نفسها في بعض الأحيان بترجع للحجاب أو بترجع لعدم الحجاب كوسيرة هروب كوسيرة هروب من إيه؟ من الرفض وسعاد بتترك الحجاب لإن أنت لما حسنهاش إن هي مقبولة إيه اللي حاصل فترفض الحجاب عشان تستمر تحاول تحسن شكلها وتبالغ في إن هي تخلي شكلها ملفت للأنظار عشان تحس بالقبول بعد ما كانت بتعاني من الرفض عشان كده محتاجين نعبر لبناتنا طول الوقت عن جمالهم وعن احترامنا وعن تقديرنا ونحرم كل أشكال الترياءة والسخرية على شكل البنت ولا هيئتها لإن ده من أكثر الأشياء اللي تكسر البنات تالت حاجة نكلم بناتنا عن إن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة لها زيادة في التكريم فجعلها سبحانه وتعالى عشان هي ليه زيادة في التكريم عشان هي رمز لثلاث حاجات وعشان كده قالها أمك ثم أمك ثم أمك ليه عشان هي رمز لثلاث حاجات رمز للرحمة عشان كده عندها رحم ورمز للخير وعشان كده ترضع ورمز للجمال ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها ميزة في شكلها علموا بناتكم ان هم رمز للرحمة ورمز للخير ورمز الجمال علموا بناتكم ان الجمال اللي ربنا خصها بيه واسع مش جمال الشكل بس جمال أوسع من كده فأكتر شيء يخليها رمز الجمال هو جمال معناها ان هي مليانة بمعاني الرفق والود واللطف والعزوبة والحنية والرقة وكل هذه المعاني اللي بتدل على ان في حياتنا ماء يسري فينا كماء الورد فإن اللي يحصل فتطفي على البنت جمال تحس ان الجمال مش لازم يكون في الشكل بس يبقى وتحس ان هي رمز من رموز الجمال في حياتنا نعرفهم كمان ان المرأة رمز للوصل وده اللي فهمهن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما روع الرب العزة عن الرحم قال يكفيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك ففهمنا ان المرأة رمز للوصل بالله سبحانه وتعالى كل ده بيخليه بناتنا يحسوا قد ايه ان الله سبحانه وتعالى خصهم بالتكريم رابع حاجة نكلمهم على ان الله سبحانه وتعالى لما ارد منه ستر العورة سواء للرجال والرجالة برضو عندهم ستر العورة والمرأة فكان ده دلالة على التكريم ولما الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المرأة ارد ان يبين ان هي عندها مزيد تكريم وفيه مفهوم عربي متكرس ان طول السياب دلالة على زيادة كرامة الانسان فالله سبحانه وتعالى اراد للمرأة ان يكون عندها رمز للكرامة وهو ستر العورة اللي استلحنا على تسميته بالحجاب عشان يدل على مزيد الكرامة للمرأة ونعلمهم ان الحجاب مش غرضه مش الغرض منه ان احنا نقلل الجمال او نزود الجمال بالله عليكم بلاش حكاية ايه ان ندخل الحجاب على ايه على محور الجمال لا احنا عايزين الحجاب عشان نزود الجمال ولا عايزين الحجاب عشان يقلل الجمال احنا عايزين الحجاب عشان هو طاعة كرامة نور البقاء في تكريم الله والبقاء في حضرة الله ونجعل المرأة طول الوقت عارفة ان هي كريمة وهي في محل نظر الله وده اللي اداها خصوصيتها لانها محل نظر الله كده اظن احنا ممكن نتكلم مع بناتنا عن الحجاب بكل رق بكل جمال بكل لطف واحد عاييجي يقول لي الخوف هو اللي بيخلي الانسان التزم لا يا سيدي الحب والكرامة والرفعة والمكانة والخصوصية هي اللي بتخلي الانسان مش يلتزم بتخلي الانسان يدوب في الطاعة ويتخلي الطاعة تتغلغل في حياة الانسان مش تبقى بس صورة وشكل لكن تبقى جوهر ومعنى عايزين ستر العورة والقفة والكرامة والنور والبركة والحياء ويه كذلك التكريم والخصوصية عند الله يبا هو المعنى اللي بيسري في حياة بناتنا يا رب كرمنا وجعلنا دايما ممن يعرفون ويفهمون عنك مرادك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سيدة بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونجيب عليها وتظل هذه الصفحة جسرا يصل بنا إلى مجالس العلم فنذكر عند ربنا يا رب جعلنا دايما من أهل مجالس العلم ولا تقطعنا عنها بقاطع يا رب العالمين ومعانا سؤال من السيدة أم محمد سيدة أم محمد أيوة دكتور صدري الحمد لله بخير الحمد لله دكتور أنا لما بعوش حاجة من جولي يفتح يقول إيه حاضر 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 لحاجة من الشخصية بتاعتني ليه أنا وفيه بعد حاجات للبيت يعني فيه حاجة خسرت من البيت عايزين نجيبها حاجة بقاطرت نجيبها ملزانات يعني حاضر حاضر وما بيجيبش لو أنا أخدت فلوس وجدتها يبقى حرام علي لو حاجات البيت وأخدت فلوس من فلوسه يعني آه فأنت عايزة تأخذ فلوس من فلوسه عشان تجيبي حاجات البيت حاجات البيت وحاجات ليه أنا خاصة حاجات الخاصة ليكي أمر ضروري المفروض ينفق عليكي بيه تمام لا مش تمام قولي لي آه أو لا يعني دي حاجات مضرورية بالنسبة لك أيوة كويس طيب زي ملابس زي ملابس ما تقدريش خلاص ملابس تتعادف عن جيب ملابس أو عن جيب علاج أو حاجة كده صح كده بالضبط لا علاج بيجيب علاج بيجيب طيب علاج بيجيب بس ملابس لا طيب المعروف يعني إيه المعروف عندنا هيبقى البيوت النظيرة يعني إحنا مثلا البيت بتاعنا زي البيوت النظيرة ينفق مثلا عشر تلاف أو خمس تلاف أو سبع تلاف البيوت النظيرة وهو بيديني تلاتة بس هو مع فلوس أقدر أخذ من واحد أو اتنين عشان أكمل البيت يبقى زي بقية البيوت مش زي بقية البيوت اللي أنا بتمنها لا زي بقية البيوت اللي بيعيشه نفس عيشاتنا هو ده تتمسألة خذي ماك فيك ولدك بالمعروف في الأشياء اللي انتم محتاجينها اللي محتاج لها البيت والأشياء اللي انت محتاجها من الحاجيات التي قد تز الحاجيات التي تعلو في مسألة الحاجية يعني واحد واحدة من الحاجيات مثلا ان هي عايزة مثلا اتاء مكياج مثلا لا ده هو من الحاجيات ده بس لا احنا عايزين الحاجيات الاكثر من ده في ايه اللي حاصل فاذا كان ده مهم في البيت ده اهلا وسهلا فياجوز ان هي تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف يعني مش تاخد ليها بس هي و اولدها ليه لانه واجب عليه النفق فهو لما امسك يده فيه في زمته حاجات تانية المفروض ينفق فيها اذا كان هو غني لكن ما ينفعش ان احنا ناخد مثلا فلوس العهدة بتاعته ما ينفعش ااخد من فلوس العهدة لان فلوس العهدة دي ده مال حد تاني يعني لو هو معاه فلوس عهدة ما ينفعش ااخد منها لكن لو هي ماله الخاص ينفع ان انا اخد منه ما يكفيني وولدي وما يحتاجه الى البيت بشكل واضح فدوة يا جوز ان انت تاخد منه ودوة جاء الشرع استاذة فيروس تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذة فيروس تتفضلي استقال بخصوص اختي هي 12 سنة جواز كانت عيشة يعني هي عيشة مع جوزها بيطرف منه الكروض اكله وشرب اللي عيشة كده بس منه الكروض يعني بيشتغل بس بيخل الكروض وبينفق منها على البيت يعني فوسط الى 12 سنة هي سألت عن الموضوع ده يعني ايه بيصرف على البيت بالكروض يعني ايه بيصرف على البيت بالكروض يعني مش ماشي على قده مش ماشي على قد دخله طيب يعني يعني هو بيصرف خليني بس اقولك لان حضرتك اختها مش حضرتك صاحبة السؤال يعني هو بيقترض وبيصرف على نفسه عشان يصلاعوا مصيف مثلا علشان يجيب مثلا بدل ما يجيب صنط واحد يجيب صنطين حاجات زي كده فهي لما سألت قالولها هو المسؤول عن الدخل فانتي مش عليكي وزرخ كده هي ما كانتش رابية عن الوضع يعني هي مش مثلا هي اللي بتطلب ده ده هي بالعكس هي اللي بتحسوا ان ده غلط وان مش لازم يبقوا اتنين ممكن يبقى واحد فهي ما تكلمتش طول الاثناشر سنة وماشي وبتنصح بس ما كانش بيتسمع لها لغاية ما جاء فيه ورث هو ما قداش الاهتمام للورث ده مع ان اخواتي كلهم كانوا في اختلافهم عمين ياخد اكتر من مين وكده كانوا بيقولوا ولادي 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 هو لا بيقولوا ما أنا عايز كتبه قويتين مع بعض في النهاية باخر سنتين ووصل لمرحلة من المرض والديون شخصيته بقيت انهزمية فين السؤال يا أستاذ السؤال ان هي بعد كل المرحلة دي كلها هي المعاشرة الزوجية هي مش قد عليها وخاصة ان هو سلبي في كل النواحي الا النقطة دي ما عندوش سعيه هو الوقتي حتى حاليا بيدور على قرد عشان يسد القروض طب فين السؤال سؤال حضرتك ايه هي مش قادرة على موضوع المعاشرة الزوجية في ظل سلبي الوقتي ما عندوش فيه بقى لا مأكل ولا مال هجاوب على حضرتك يا أستاذة فيروس جاوب على حضرتك يا أستاذة فيروس خليني اقول بس ان لازم نجدد مفهوم مهم جدا وهو مفهوم ان العلاقة الخاصة حق للزوجين مش حق للزوج بس يعني ايه يعني الزوج كمان العلاقة الزوجية بالنسبة لها مهمة فكونا بتقول ان هي مش لانه بيعمل كيت وكيت 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 فهي مش بتعمل كده فهي بتعقب نفسها وبتعقبه بس عشان نكون عارفين ومسألة عدم وجود العلاقة الخاصة دي بتأذي الاثنين بتخلي الخلاف لو كان بمقدار تلاتة يبقى بمقدار واحد وعشرين يعني يتضرب مثلا في سبع مرات في عشر مرات فالحقيقة لا انت بتسأليني فلا يعني بدلا ما واحد وعشرين سبع وعشرين تلاتين احنا بنعلى كل شوية ما العلاقة الخاصة دي بتنقطع كل ما الخلاف بيزيد انا برضو مش عارف هو حضرتك اللي سألت ليه مش هي اللي سألت لكن هفترض ان هي ما سألتش عشان هي في حالة حياء بس انا شايف ان حضرتك لازم نفكر في الاصلاح ليه نفكر في الاصلاح لان هي بقى لها بقى لها 12 سنة بقى لها 12 سنة وهي حضرتك دلوقتي بتقول ان هما بيعانوا من عدم وجود نفقة فسوى في الحقيقة هو لو كان بيقترض بمعنى ان هو بيستغنم كريدت وبعدين بيسدد ما هو قادر يكون ده وقت مش حرام فانا مش عارف الاقتراض الحرام كان شكله ايه لان ممكن لو ان هو اقترض عشان يجيب عربية فده هيبقى تمويل فانا حاسس ان عدم التوافق الزواجي بين اختك وما بين زوجها احنا لبسناه شوية الثوب الديني هي مش راضية عن طريقته لان هو ما بيفكرش في المستقبل فترتب على ده بعد كده لما حصله المرض وحصله الازمة المالية دي ان هو بقى انسان الانهزام انت لو بتنصحيني انصح اختك بايه بان هي ببساطة خالص تدعم جوزها ويبتدوا دي افضل فرصة ممكن ان زوجها يتغير لو هم وراكبهم ديون يعودوا مع بعض ويتكلموا مع بعض اذا كانوا هم من اهل المحبة ولسه بينهم محبة لكن انا حاسس برضو ان حضرتك بتدعمي جدا جدا ان هو مالوش حق في مسألة العلاقة الخاصة لا ومدام زوجها هم الاثنين اللي هم حق في العلاقة الخاصة بعيد الكلام مرة تاني ان العلاقة الخاصة حق للاثنين وان هي الاسلوب اللي هي بتعمله ده اسمه شيء عقابي هي بتعاقبه هل لها حق ان هي تعاقب بالعلاقة الخاصة الجواب لا وهي لما بتعاقب بده بتعاقبهم انتو الاثنين انا عارف ان الزوجة بتبقى في مسألات العلاقة الخاصة بتحس بان هي مترفع عنها لما تكون هي بتحس بالمهانة او بتحس بعدم الرعاية صحيح بس هي في الحقيقة يعني بتعرض نفسها لمخاطر كتير جدا جدا وبتعرض البيت لمخاطر كتير جدا جدا فانت بتسأليني بقول بقول ايه لا بدل ما نمتنع عن العلاقة الخاصة نفكر ازاي نحل مشاكلنا مع بعض ازاي نتقارب مع بعض طب نصحت في ده ايه نروح لمركز الارشاد الزواجي احنا محتاجين خبير احنا التراكمات اللي حصلت عبر الاثناشر سنة واضح ان هي عقدت الموضوع فمحتاج يتفك نفس العلاقة الخاصة عن نفسها يعني ايه مش انه ما فيش علاقة من بلتناء لا نحل كل واحدة مع بعض بعيدة عن فكرة الانتقام وبعيدة عن فكرة المخاطرة بان احنا نضيع مستقبل الاولاد ونضيع مستقبلنا احنا كمان لان اتناشر سنة وهي صبرة وهي بتعقبه وهو كمان راضي اظن الاتنين عندهم علاقة قوية تخلي رجل يتحمل عقاب امرأته بان هي ما ترضاش بالعلاقة الخاصة وامرأة تصبر اتناشر سنة يبقى احنا محتاجين نجدد فيهم وغدة الحب عشان الحب يرتفع الى اعلى مستويات والحب يأتي بالتحبب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحب يأتي بالتحبب لا ادلكم على شيء ان فعلتم وتحببتم اقفش السلامة بينكم خليهم كل واحد فيهم يبقى سلام على التاني لما كل واحد فيهم يبقى سلام على التاني ويأمنه الوضع يتغير انا عارف ان انت ممكن تقولي الوضع يتغير وقالتي صعب فيش حاجة صعب على الله سبحانه وتعالى الان تمشي وتقعد مع زوجها ويفكروا ازاي ممكن يحلوا ويستعينوا بالخبير دي نصحتي لاختي حضرتك الاستاذة فيروس سيدة امو احمد تتفضل اهلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم ازايك سيدة عمش بخير الحمد لله ممكن تعلي صوتك لصوتك ماشي لو سمحت انا عندي ثلاث اسئلة طيب تفضلي اول سؤال انا عندي ابني دلوقتي هو عنده زي 26 سنة طيب ماشي يعني كان يعني انا منفصل عن ابوه وكنتو مطلجة من ابوه طيب فانا اطلجت من ابوه طلحتي ما خدتش منه حاجة خالص طيب ماشي فهو بعد ابوه ما توفي طبعا انا اتجوزت قبل ابوه ما توفي وبعد ابوه ما توفي انا اسألت وقلت له جايش معاك جالي لا ماشي فهو ابوه كان متجوز وطبعا مرات ابوه ايه طلعت وصوته ماتت فهو دلوقتي عايش هو واخوه بس الواحد وعندي بيتين متجوزين طيب هو مش عايز بتعيشي معهم ليه مرضاش وكان فيه مشاكل قبل انا ما اطلق ماشي مشاكل مع ابنك ولا مشاكل مع جوزك لا كان مشاكل مع ابوه قبل ان ما اطلق فهو اظن مشاكل مع ابوه اثرت على نفسيته ومشايف ان المشاكل دي ما كانتش تستحق الطلاق لا هو كان لسه صغير فهو طبعا عمامه وكانوا يمنوع لهم انتسيطرين على ابوه فهو يمنوع لهم انتسيطرين عليه دلوقتي فطبعا عمامه قالوله لا امك ما تجيش ومتعيش هنا ومتخشش البيت طيب السؤالك بقى ايه السؤالي هو دلوقتي انا بقاني اخدت ورثي من ابوه بعد ابوه متوفر طيب هو دلوقتي عايزني انا اجف معاه واسعده طيب واني الورثي اللي انا اخدته انا عايز اشتري لي بيه شقة وعيش بيه السؤال فين؟ السؤال فين يا استاذ السؤال فين؟ حد اقول لي حضرتك جوزي انا عايزة معاه بالاجهار فانا عايزة اشتري شقة بالورث اللي هو لساته منه ويس انت بيعني بتسألي يا حجم محمد حديك بتسألي هل حرام علي ان انا اروح اشتري شقة ومساعدهوش؟ ايوة يا باش انا بس اقل السؤال السؤال الثاني حديك قلت عنك ثلاثة اسئلة ده السؤال الاولاني السؤال الثاني السؤال الثاني هل لو مثلا واحدة يعني طلعت من بيتها محجبة ولبسها عادي وكذا حاجب استهالة وحتت ميكب على وشها ولا حاجاء البحراء اقول لك اقول لك تاني حاجة تالت حاجة تالت حاجة ان امي عايشة ماشي بس هي يعني اسلوبها معنا احنا يا بنات مش جاوة يعني دايما متحيزة لاخوات السكياط طيب فاني دايما بروح لها وبودها وكده حتى لو فيه مشكلة طيب بالنسة الجزها ولا حاجة دايما بتبقى واقفة مع اخوات السكياط ماتجافش معنا احنا طيب يعني أنا ساعات بحس من نفسية الزعلنة منها أنا وإخواتي فأنت بتسألي بقى نفسيتك الزعلنة دي حلال ولا حرام؟ آه طيب أجاب أرحبك على ثلاثة أسئلة السؤال الأولاني لا ابنك مايفردش عليك أن تلك زمة مالية مستقلة زي ما قلنا أنه لأنه عايش في الشقة دي هو واخوه فسواء بقى مسيطر عليه ولا دعمه ولا لأ مسيطر عليه عمامه ولا لأ وإنت عندك شقة تانية عايشة فيها مع زوجك خلاص هو بيقولك لأ خلاص خليك أنت مع زوجك وخلينا إحنا في شقةنا اللي إحنا فيها خلاص فيه زمن مالية مستقل كذلك هو لا يجوز له أن يعاتبك بأنك أنت ما أعطتهش المال ليه طيب؟ لأن إعطائك المال له ليس فرضا عليك إلا إذا افتقر افتقارا لا يستطيع أنه يعيش به أما وإنه عنده ستة وعشرين سنة وقادر على الكسب يروح يكتسب يروح هو يكتسب ويعمل كده لكن أنه عايز يعمل مشروع فيفرض عليك أن الفلوس اللي جات لك مراس ياخده عشان يعمل بيها المشروع مش من حقه خالص مش من حقه بالعكس هو من بر الولدين أنه كان لابد أنهما يترفق ويكون في غاية اللطافة ويفسر لك ويبرر لك تبرير يطيب خاطرك أن أنت ما تعيشيش معهم في الشقة دي سواء بقى عشان تزوج حضرتك يعيكون معاك أو شيء من هذا القبيل يبرر لك تبرير لطيف لأنه هو مأمور بحسن الأدب معاك ومأمور بكمان حسن المعاملة فهو لازم يعمل كده لازم يكون حسن المعاملة فده السؤال الأولى السؤال الثاني أنت سألتي على الوحدة المحجبة تخرج وتخرج على اليوم كانت تحط مغر الذي يجعل بشرتها كأنها طبيعية يعني الزينة التي لا تلفت النظر لكن تجعل الواجه في شكل الحسن جبنا الكلام ده منين أنه لما فصر سيدنا عبد الله بن عباس أن إلا ما ظهر منها فصر إكتاب الكحل وما إلى ذلك فعلمنا أن الأشياء اللي تعيد الواجه إلى ما كان عليه من نظارة بدون ما تكون فيها مبالغة ولا تكون فيها زيادة دي جائزة وتبقى دي من الزينة الظاهرة السؤال الأخير هو سؤال حضرتك أن أنت بتقولي أن أنت لما بتزعلي من والدتك أن هي بتفرق في المعاملة منكم لا الأولى أن أنت تقدريها وتلتمثي للعذر مش أنك أنت تزعلي منها ففاكرة أن أنت تزعلي من والدتك أن هي بتفرق ما بين إخواتك طب أنت لو أنك أحسنت إليها هتعمل إيه؟ هتشير جوه جوه عنيها فلذلك أنا شايف أن أنت ليس من الجيد وليس من الحسن مش هادر أقول أنه من الحرام لأن دات ممكن تكون مشاعر نفسانية بس لكن أنت لو بتسأليني إيه الأحسن؟ الأحسن أن أنت تلتمثي للعذر للوالدتك أن والدتك دلوقتي أخواتك دولة قد يمثلوا لها الراجل اللي هي متصورة أنه هو السند وإحنا مش لازم لما نعامل أهلنا نعامل أهلنا على أنهم مستوى وعي عالي أوي 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 وإذا كانوا أمنا مش مستوى وعي عالي يبقى مش هينفع يكونوا أباءنا أو أمهاتنا إحنا لازم نتعامل مع أهلنا على ما هم علي وأنا نلتمث لهم الأعذار وأنا نتعامل معهم معاملة حسنة وإذا كنت أنت بالطلب أمك أنها تتعامل معاك بتعامل لطيف ابداي أنت وتعامل ليه لأن أنت في الآخر خالص أنت أمك دي جنتك فعشان كده أنت اللي بدري بالتعامل الحسن معها زود التعامل الحسن كلما تزود التعامل الحسن الله سبحانه وتعالى له سنة هالجزاء والإحسان إلا الإحسان والله سبحانه وتعالى له سنة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فمن بالك إذا كانت دي أمك إذن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيصلح ذات البن بينكم والحياة تكون أفضل وتكون علاقتك بها أحسن يا سادة إحنا النهاردة ماشيين في طريقنا إن إحنا نتعرض للقضايا اللي فيها شوية صعوبة في التعامل فيها من ناحية التربوية ونفككها نفككها لإن فيه تكلس اجتماعي حصل وفيه أوقات كتيرة فيه بعض المسائل مجتمعيا ما بنقدرش نتعامل معها وعشان كده النهاردة اتعلق اتكلمنا عن بناتنا والحجاب وإزاي نقدر نخلي أولادنا إزاي نقدر ننصحهم على إن هم يعملوا الطاعة وكان النموذج بتاعنا إن احنا نتكلم عن الحجاب إزاي وإحنا نتكلم أولادنا عن الطاعة ما نبغطش ليهم الطاعة أو نصدهم عن سبيل الله إزاي نكون عوناً لهم على الشيطان مش عوناً للشيطان عليهم يا رب اجعلنا دايماً باب من الرحمة وباب من الفهم وباب من الود وباب من المدد لأولادنا ولنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين